مشكلة حسين الشحات وان هو درب الشيب على وشه وشيب يرفع قضية في لجنة الانضباط النهاردة معانا تفاصيل قوية جدا في القصة دي عايز بس اتكلم معاك في موضوع حساس جدا مهم جدا يمكن ان هو يذهب بالكرة المصرية الى مرحلة من الازمات زي ما بقول لحضرتك كده الى مرحلة من الازمات الصعبة على المستوى الدولي النادي الاهلي حاليا بينتظر من لجنة الانضباط قرار واحد فقط هو اقاف محمد الشيبي الى حين التنازل عن شكواه او عن لجوء الى القضاء المصري ليه ده اللي بتقول لائحة النظام الاساسي في الاتحاد المصري لكرة القدم وده اللي بتقول لائحة النظام الاساسي في الاتحاد الدولي لكرة القدم اي قرار غير كده هيتاخد ضد الشيبي مرفوض اي قرار غير اقاف محمد الشيبي مرفوض نهائيا من قبل النادي الاهلي الاهلي سينتظر بعدما اجرى عدة اتصالات بمسؤولين اهلوية بمسؤولين بارزين في اتحاد الكرة بالامس لمعرفة صدور القرار القرار خلاص القرار خلاص انت جبت اللعيب وسألته اكد لك انه لجأ للقضاء يبقى وفقا لللوائح الرياضية لللوائح الرياضية ماليش علاقة بقى بالقضاء عاوز تلجأ للقضاء الجأ وبالنسبة اصلا اللجنة اللي هي اللجنة القضائية يعني انت دلوقتي في لجنة الانضباط دي مكونة من خمس مستشارين محترمين وهي لجنة قضائية بمثابة محكمة رياضية كان زمان الكابتن عصام عبد المنعم يسميها المحكمة الرياضية دي بقى تسموها لجنة الانضباط لكن هي قراراتها نافذة على الكل قراراتها سيما بقولك نافذة على الكل واللي فيها قضاء محترمين واجلاق وعملوا فانت فانت لجأت للقضاء يبقى انا اروح الجأ للقضاء برا ليه مدام السيستم ما عجبكش قرارها اطلع على المحكمة الرياضية الدولية اطلع على الاتحاد الدولي لكرة القدم لكن اللجوء للقضاء الجنائي وفقا للقانون متاح ليك وفقا للرياضة غير متاح الرياضة تقولك مع السلامة يا حبيبي مع السلامة انت بقى موقوف الى حين التزامك بلائحة النظام الاساسي للاتحاد الدولي والاتحاد المصري هنا اوعى تقول ان الكلام ده غلط ليه؟ في ملاعب كرة القدم واسناء المباريات يمكن ان يصاب لاعب فهل يجوز له؟ فهل يجوز له؟ انه يعمل تقرير طبي انه تعرض الى عاهة ويروح يلجأ جنائيا لا يجوز طبعا وفقا لللوائح الرياضية طيب النهاردة لاعب دخل في لاعب عمله كسر في الانف يروح يعمل التقرير 21 يوم ويطالب بحبسه دكورة ودي رياضة وانت بتتنافس في الملعب لازم يكون عندك وعي لازم تكون عندك وعي وفقا للرياضة والاخلاق الرياضية طيب الحدث الاهل لديه مستنداته الكافية التي تؤكد الاتي ركز معايا واحد وده مجهزه علشان لو كده لو في اي قرار غير ايقاف الشي بالمنتظر صدور اليوم او خلال 48 ساعة كحد اقصى تقدير الاهلي او تقرير الاهلي اللي الاهلي مجهزه واحد تقرير لجنة المسابقات عقوبة لجنة المسابقات عقوبة لجنة التظلمات ماشي هنا تقرير مراكب المباراة ركزوا معايا جماعة هقول لكم تاني هقول لكم تاني واحد تقرير لجنة المسابقات اتنين عقوبة لجنة المسابقات تلاتة عقوبة لجنة التظلمات ماشي هنا تقرير بقى مراكب المباراة اللي قال ان المباراة ان الحاجة كل ده ما معناه ان هي الامور جرت في حيز الملعب في حيز الملعب طب لو القرار صدر غير ايقاف محمد الشيبي الى حين التنازل عن شكواه لدى القضاء الجنائي سيتوجه الاهل فورا الى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكوى ضد الاتحاد المصري وضد اللاعب وضد نادي برامدس وضد اتحاد الكرة ليه اتحاد الكرة على فكرة اتحاد الكرة يجب ان يتضامن مع النادي الاهل في طلبه ليه لان اتحاد الكرة تم اختراق لائحة النظام الاساسي عنده اذا لم يدافع اتحاد الكرة عن حقه وعن لائحة النظام الاساسي بتاعته من اللي هيدفع عنها تمام اما يبقى عنده لعيب اخترق في السيستم ولجأ للقضاء الجنائي هنا انا معاك ان العقوبة اقاف مباراتين عقوبة ضعيفة مليار في المية ضعيفة مع الفعل ضعيفة لكن حتى النادي الاهلي تمام غلط او الاهلي غلز العقوبة عليه من عنده تمام فالاهلي منتظر القرار اليوم او بكرة صدر ماشي ما صدرش يبقى فيه تحركات يبقى فيه تحركات للاتحاد الدولي يبقى نادي الاهلي للضغوط لسرعة صدور القرار لكن في كل الاحوال الاهلي مجهز الملف هيبقى ضد اللاعب محمد الشيبي وضد نادي برامدز اللي ساعدوا على ده بالمخالفة لائحة النظام الاساسي وضد اتحاد الكورة وضد اتحاد الكورة المصري لكرة القدم اتحاد الكورة المصري منتظرين ايه قرار لجنة الانضباط لو حاجة عكس ايقاف اللاعب حيطلع بكرة الامور دي الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ما فيهاش هزار المسؤولين في الاتحاد المصري وفي لجنة الانضباط بل وزير الشباب والرياضة على علم بهذا على علم بهذا التحرك على علم بهذا التحرك ما فيهاش هزار على علم ان النادي الاهلي هيطلع على الفيفا على علم ان الاهلي مش هيفود ده ليه؟ لانك قصرت ليحة النظام الاساسي انت بتلعب تمام يعني انت بتلعب كورة واحد قصر لوائح النظام عندك قصر رجل واحد تمام عور عين واحد واحنا بنشوف الكلام ده هل هنا يروح للمحاكم الجنائية انت داخل الرياضة وفقا للوايح الرياضة وفقا للدستور الأولمبي وفقا للقيحة النظام الأساسي ومساق الألعاب الأولمبية مش وفقا للقوانين الجنائية فعاوز تلجأ للقضاء كمل كمل لجأك للقضاء بس انت ما بقيتش مننا ما بقيتش لاعب عندنا ما بقيتش لاعب عندنا طيب افرض القرار طلع بإيقاف محمد الشيبي نادي برامت لن يجرؤ اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم يعني لو جه قرار شوف بعه انا بقولك القرارة هو المتوقع ولو وفقا للوايح لو القرار طلع بإيقاف اللاعب لن يجرؤ نادي برامت في اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ليه؟ لأن الأحداث جرت خلال مباراة الأحداث جرت خلال المباراة ركزوا في الكلام اللي أنا بقوله ده الأحداث جرت خلال المباراة الأحداث يا جماعة جرت خلال المباراة هتيجي تقولي ضرب هتيجي تقولي سب الدين هتيجي تقولي شتم هتيجي تقولي عمل أقولك العقوبة ضعيفة ويجب تلغيز العقوبات في هذه الأفعال لكن اللي بنقوله ده ما ينفعش بنقوله ده حضرات ما ينفعش في هذه الأفعال لكن اللي بنقوله بقى إنك ما بينفعش تروح لأي للقضاء روحت لإيه روحت لإيه ما ينفعش أنت ملكش غير الحاجات الرياضية ماشي عم انا هسدق كل الكلام اللي قاله محمد الشيبي وهو انسان زي زيك اهانته مرفوضة الاعتداء عليه مرفوء اهانته والدته مرفوضة ماشي بس انت هنا موجود فين جوه الملعب تمام فتسرع عليك اي لوائح وقواعد الملعب مش بتسرع عليك اي حاجة تانية فهنا يبقى هتلتزم بقواعد لوائح اللي ما التزمتش بيها ما بقتش موجود طب لبراميدز لن يجرؤ على اللجوء الى الفيفا او الاتحاد الدولي لكرة القدم ليه لان الشيبي اندحك عليه من هاني سعيد ومن الناس شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اقول لنا رأيك في كل الكلام اللي انت سمعته ويريد ما تنساش تدعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل اخبارنا اول باول باشكرك انك كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة